في حوار مباشر عرجت فيه شرق الأوسط السعودية على تفاصيل التفاصيل من العموم إلى الجوهر مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يكن في جعبة الرئيس حديث عن ولاية ثانية يكرس الرجل في رده المباشر للصحيفة على إتمام المرحلة التي جاء إليها وصولا إلى بوابة انتخابات تفتح للمشروع الديمقراطي مستقبلا واعدا للعراقيين يتحدث الكاظمي في توقيت زمني مهم حيث العمل في الميدان على تنقية أرض البلاد من الإرهاب وخلايا داعش بثلاث مهمات تعترضهن الصعوبات رئيس زراء وقائد عام للقوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات من العموم إلى الخصوص حديث المصارحة والمكاشفة يفتح فيه الكاظمي البابا مام زيارة البابا مرحبا حيث تنطلق من بغداد الرسال السياسية والدينية والإنسانية فهنا العراق بلد التعايش الديني يقول الكاظمي أن ممارسات سلبية يثيرها البعض أحيانا لكنها لن تؤثر على دلالة زيارة تاريخية يبث فيها بابا الفاتيكان رسالة الديانات الإنسانية تعزيز الثابت الأول والأخير يعيد الكاظمي تأكيد الثوابت الوطنية بحديثه أن العراق للعراقيين فهو ليس ملعبا أو مستهدفا لإخراجه من المعادلات الدولية والإقليمية يشدد على رسالة البلاد في استمرار متابعة الإصابات الكاتيوشية أو الميليشيوية الخارجة عن القانون الحديث حمل رسائل مررها الرئيس الحكومة مباشرة لدول العالم ومنها واشنطن التي تربطها ببغداد علاقات ومواثيق يحترم فيها الأساس الأول والأخير احترام سيادة العراق مع دول العالم العربي والخليج الأوردن مصر وتركيا لبنان والعالم الغربي خطوط واضحة تتفق مع ما يرده العراق دولة لها علاقتها السياسية والدبلوماسية مثمنة التعاون في صنوفه كافة دخل الكاظمي قبل ذلك غرفا مظلمة للقضاء على الفساد الإداري والمالي لكنه يضع الجملة المفيدة في الحديث السياسي الذي جاء ناضجا بعد تجارب العراق في معترك السياسة الحكومات السابقة في رسالة إلى الداخل والخارج في آن معا بأن العراقيين يريدون وطنا بكل ما تعنيه الكلمة وحقائق على الأرض تمنحهم ما يريدون